نظم صباحة اليوم الاثنين عمال مؤسسة كونسيدار في مدينة الجلفة وقفة احتجاجية سلمية نتيجة التهميش والحجرة والتسريح التعصفي لهم حيث اعتبر العمال المحتجون قرار طردهم من طرف مدير الشركة بالقرار لا مسؤول بعد ان قام حزبهم بغلق ابواب الحوار معهم وتوظيف اشخاص من خارج الولاية مشرين انهم اشتغلوا لخمس سنوات بالانفاق الثلاثة المتواجدة بالولاية التابعة للشركة غير انه تم طردهم لاسباب تبقى مجهولة على حد تغبيرهم ميكروفون زكريا مدح بعد خبرة خمس سنوات في الانفاق الثلاثة الموجودة بولاية الجلفة تم طردنا من العمل لاسباب نجهلها نحن والمشاريع مزالت متواصلة في الولاية وكوصيدار عندها شحل من فرع هنا ومحبوش يدمجونه في الفروع الاخرى هاي شيفور كمانا كمهو والله خالبال علوغزو فيه شيفور كمانا كمهو داريونو شاف دولو ويصوك شيفور معرفة هنا يخدم سمانة سمانتين يطلعوا شاف دولو قال هلا رخالوا المدير ذكره عمو المدير الشهرية زي جملين ونصمينش لاعقا والقاشه لاخر ستة شور سبعة طلعوا شاف دولو طلعوا شاف دوقرو المدير تحورنا معا ما حبش يتحور معنا قاعتين هنا قلنا لو ندخلو نخدمه معا هنا في كوصيدار جاب لفامي توعولا طراجتا وقاتين جابا هنا في وليد جيف وحنا أهل المنطقة حبسونا قناة دي تماركم با موسيقى